اه عايزات النهاردة بس لفض نظري حاجة قبل ما اطلع للفاصل في المطش في الدولة الاسكتلندي معرفش احنا عندنا يا شباب الجمهور بتاع سلتك يعني في مطش ليه النهاردة سلتك الاسكتلندي وهو مشهد وريري كده الاول المشهد في المباراة نيك بيرفع اعلام فلسطين الدولة الفلسطينية والقضية الفلسطينية قدام في الجولة التامنة هناك في الدولة الاسكتلندي وكاتبين فلسطين حرة والنصر للمقاومة وقسلتك سلتكسب المباراة دي 3-1 في الجولة التامنة من الدولة شايفين طبعا كل التحية باخواتنا الفلسطينيين وكل الدعم وكل حاجة وان شاء الله هذا الهم ينزح في يوم من الايام باذن الله لكن هذا المشهد في الملعب الاوروبية في ملعب كرة قدم لسلتك الاسكتلندي وهم بيدعموا الجمهور بتاعه اخواتنا اشقاءنا في فلسطين ودعم القضية الفلسطينية بعد طبعا الاعتباءات الغاشمة للكيان السهيوني الاخيرة طبعا على قطاع غزة وان شاء الله يعني يبقى هذا الدرس اللي اخواتنا الفلسطينيين ده قولوا يبقى درس قاسي جدا ويعرفهم فعلا انه في الاخر الغضب العربي لما بيحصل ما تقول لي بقى اسلاحة تقول لي طيارات وانا امريكان عادينا يبقى طيارات ويبقى طيارات ويبقى طيارات ويبقى طيارات وبتاعهم يعني مش عايزة اخش بالسياسة لكن في الاخر ده ماشت ده كان النهاردة في ملعب كرة قدر كمان عايزة اقول ان الفيفا عمل بيان بيقول فيه معناه بين سطوره ان السعودية هتنظم كاس العالم 20-30 اخدوا بالكم يا جماعة السعودية هتنظم كاس العالم 20-30 اهو يعني عاملين بيان انه تم اطلاق عملية تقديم ملفات التراشح لاصطدافة نسخة 30-34 من كاس العالم في انواحي طبعا احنا عارفين انهم قالوا خلاص ان اسبانيا والبرتغال والمغرب حينظموا وان اورجوي والارجنتين وبراجوي حينظموا كل واحد مباراة بمناسبة مرور 100 سنة على تنظيم كاس العالم من 1930 لغاة 2030 وكمان بيقولوا في البيان انه من الممكن كل منطقة في العالم تنال فرصة استضافة كاس العالم وكاتبين بيقولوا وفق المجلس بتاع الاتحاد الدولي يوم الاربع اللي فات على بدء عملية التقدم بملفات استضافة كاس عام 20-34 على ان تقتصر هذه العملية على الاتحادات الوطنية الاعضاء التابعة لكل من الاتحاد الاسيوي والاوكيانوسيا واتحاد الاوكيانوسيا معنى كده ان الفرصة متاحة بس ليه السعودية اذا كان طبعا تعرفين انه اسيا والدول الاسيويهية كلها هتدعم الملف السعودي حتى احنا مصر اعلنت رسمي وانا من اول ما السعودية قالت قلت ان احنا بندعم من غير ما اعرف تاني يوم اعلننا الدعم الرسمي الدعم الملف السعودي بس ده الطبيع بتاع دولة كبيرة زي مصر تدعم كل الاشقاء العرب فيه كل شيء الحاجة بيحقق ليهم نجاح او رخاء فانتبقى السعودية استرالية معنى ان السعودية هي متزبطة للسعودية يبقى احنا شوفنا كاس العالم في قطر الفين اتنين وعشرين وان شاء الله هنتابعه في السعودية الفين اربعة وثلاثين هنطلع فاصل سريع بعد الفاصل هيكون معانا نجومنا كابتة محمد عبدالجليل وزاملنا النقد النادي الاساس بليخ ابو عايد وانتبع التقرير عن مباراة الاهل ما بيواصل السلسية رقم 17 في عهد مرسيل كولر المرة دي على حساب النادي الاسماعيل